يلا مشايخ وشيخاتنا استعين بالله عز وجل أعوذ اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب يا رب فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم هذا يبوضونه في أكثر الكتب يجعلون بابا خاصا في زيارة حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال قال المصنف رحمه الله ولما جرى الرسم أن الحاجة العادة والمعتاد والتواتر والإجماع من الأمة والتوافق والنقل المتوارد سموا ما شئتم على أن الناس عندما يذهبوا للحج يذهبوا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم تقول الصحابة ما فعله الصحابة كان بين أظهرهم النبي وبالتالي لم يحتاجوا الآن الناس أسلموا من كل البلاد ويحتاجوا أن يؤدوا حق هذا النبي الذي بسببه رأوا هذا النور ورأوا هذا الخير فيزوره وله من الأثر الكبير جدا على نفيسهم وأحوالهم أنظر أن الحاجة إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرين قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ هي هذا لاحظوا فقيه من أعظم الفقهاء ماذا يقول عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات يعني هي من أفضل قرب والعبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى بل تقرب من درجة الواجبات يعني لم نقل أنها واجب هي مستحبة ومندوب ومسنون لكن ليست واجب بس قريبة يعني في أعلى درجات الاستحباب والسنية فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها فقال من وجد ساعة ولم يزرني فقد جفاني يعني من كان يقدر عنده مال ويقدر على أن يأتي لزيارتي ولم يأتي لزيارتي فقد جفان هذا الحديث في الأسفل ذكره الخطيب لكنه ضعيف لكن رواه ابن خزيمة في إيش في صحيحه وقال إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده يعني إسناده بس لاحظ ذكره ابن حبان في صحيحه رأيتم؟ يعني صحح لكن إسناده ليس بالقوي سنجد مجموع روايات تتأيد هذه فيها ضعف هذه ضعف لا في مجموعها يؤد لكن في النتيجة يجد له إيش تصحيح من وجد ساعة ولم يزرني فقد جفاني وقال صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي في الأسفل أخرجه الطبراني من جاءني زائرا لا تعمله حاجة يعني لا يشغله حاجة إلا زيارة كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة فيه ضعف وأخرج البزار من زار قال صلى الله وسلم من أخرج أو من زار قبري وجبت له شفاع أيضا فيه ضعف وأخرج ابن أبي ليلة في كتاب القبور بسنده عن حسن أسف عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من زار من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة أيضا في سنده إيش ضعف لكن أورد حديث من جاءني زائرا الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة وهذا الكتاب جمع فيه الحديث إيش كأنه الصحاح على ما أذكر رأيتم وابن السكن في السنن الصحاح وأورده عبد الحق وسكت عنه وهذا تصحيح منهم وصححوا بعض المتأخرين باعتبار الطرق نحن ذكرنا ثلاث طرق وجدنا ثلاث طرق فيها ضعف بس وإن كان ضعيف 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 يصبح حسن صح؟ لغيري هكذا في مصطلح الحديث فيمكن أن نصححه بكثرة الطرق واحد اثنين انظر يقول الحافظ ضياء الدين المقدسي ابن السكن عبد الحق هؤلاء من كبار المحدثين صححوا هذه الأحاديث إذن أحاديث لها تصحيح حتى الحديث الذي مر معنا قبل ليل له إيش تصحيح فهمناها إخوتي حتى لا يقول لك أحد وأنا تعمدت أن أطلعكم على ذلك ثم يوجد رواية أخرى في الأعلى أقرأ قال ومن قال صلى الله عليه وسلم من زارني بعد ما ماتي فكأنما زارني في حياتي هذا الحديث رواه الدار قطني ورواه عن حاطب ورواه عن ابن عمر أخرجه أبو يعلى فقال من زارني بعد وفاتي و يعني الحديث أنظروا قدما ناقشوا أحد الرواه اللي هو حفص إنه صالح ما به بأس جميل يعني الحديث فيه ضعيف ضعيف ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من حج فزار قبري بعد وفاتي كمن زارني في حياتي وإذن فيه له تضعيف وأخرجه العقيل من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيا لاحظ بس له طرق متعددة ولو كان في كل منها ضعف ظاهر الله أعلم طيب إلى غير ذات الأحاديث ثم رأيت أكثر الناس غافلين عن آدابها ومستحباتها جاهلين بفروعها وجزية إذن قضية الاستحباب والسنية هل فيها نقاش ما فيها نقاش أول من أثار فقرة يعني المنع من زيارة النبي كأنهم يقولون ابن تيميا رحمة الله عليه وسبب فتنة وبلبل في زمانه كبير جدا وألفت المؤلفات والردود في منع إيش هذا لأن الأمة كانت أجمعت على هذا وكما رأيت من الرواية الحديثية كثيرة في ذلك بين ضعيف وحسن وصحيح وتصحح ببعضها البعض الآن هو سينتقل معنا لشيء آخر ما هو هو آداب الزيارة أحببت أن أذكر فيها فصلا عقيب المناسك من هذا الكتاب أذكر نبذا من الآداب إيش في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بس قبل ذلك لو سمحتم يجد أحاديث أخرى متعلق في الزيارة ذكرها ابن القطلب وقال في الأسفل أقرأ من جاءني زائرا لم تنزع حاجة إلا زيارة كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة أخرجه الخلف من السابع من فوائده ومنها من زارني في المدينة فمات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ومنها من زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة ذكرهما البيهقي وابن الجوزة ومنها ما أخرج أبو جعفر وقال من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة وسنده لا بأس به ومنها ما أخرج أبو الفتح الأزدي في الثامن من فوائده عن ابن مسعود يرفع من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزى غزوة وصلى علي في البيت المقدس يسأل الله فيما يسأل الله تعالى فيما ترضى عليه ومنها ما في الدرة اليتيمة لأبي النجا عن أنس يرفعه من زارني ميتا فكأنما زارني حيا وزار قبري وجبت له شفاعة يوم القيامة وما من أحد من أمتي له سعة ولم يزرني فليس له علي عذور انظروا يعني الروايات بالعشرات فيه ذلك هذا كلها ذكرها ابن قطبوغة ابن قطبوغة من كبار المحدثين وأيضا صاحب المؤلف الموسلي أيضا محدث كبير وهم كانوا يرضون بهذا انتبهنا انتهينا الآن نريد أن ندخل فأقول يريد أن يتكلم لنا عن الآداب يقول ينبغي لمن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتر الصلاة عليه فقد جاء في الحديث أنه تبلغه صلى الله عليه وسلم وتصليه ما هي التي تبلغه لو سمحته صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طب كيف تبلغه هو موجود في إيش تبلغ النبي وهو موجود في المدينة ونحن في عمان كيف هذا هذا ليس بالصحي هذا شيء باطل ما رأيكم أنت يعني في هذا الزمن أصبحت بالهاتف تتحدث إيش مع شخص في المدينة وكذا وكذا فهنا نتكلم عن أسباب عادية صحيح نعم فإذا كنا نستطيع أن نقف عليها حتى في الدنيا يعني في أشياء مرئية وأصبحنا نرى شخص يتصرف في المدينة وكذا فإذا وهذا كله خاضع لقدرة الله عز وجل طيب تقول الآن ملياري مسلم ويمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت فمليار يقول في لحظة واحد فكيف النبي سيسمع منه ملياري وهل شيء كبير على قدرة الله عز وجل بحيث يجعل عنده قدرة على مثل هذا وأكثر شيء عادي جدا يعني لسنا بحاجة إلى أن نقيس الأمر بعقولنا لأنه الآن كثيرا الأشياء تتحدث إيمان يا إيمان وين إيمان نعم دكتور هل معقول من جهة المعقول أن تتحدث من شخص مع أمريكا شخص في أمريكا وتشاهد صورته هل هذا نعم لا بس من جهة العقل لا من جهة العقل لا أنه مكانه بعيد يعني غير معقول طب هو الآن أمامك على الشاشة وتتحدث معه أصبح متاح صح فليس كل شيء مرتبط بأن يكون معقولا أو غير معقول هناك أشياء كثيرة من جهة العقل الإنسان يعني عقله يعني لا يتصورها كيف هذا لكن من جهة الواقع موجودة فيكون تصديق العقل لها من جهة إيش وجودها الواقع والعقل يقول كيف هكذا وكيف يحصل هذا وكيف فهمنا هذا فكما صدقنا بإمكانية هذا عقلا من من وجوده حسا نصدق بوجوده أشياء كثيرة بإخبار الشرع لنا صح صحيح يعني الشرع أخبرنا بهذه الأشياء الشرع أخبرنا بملائكة لا العقل لا يقول يوجد ملائكة العقل يعني صغير يحتاج أن يرى بريق كأس شاي كاميرا طاولة كرسي يرى أشياء هكذا هذا هذه قدرة العقل بس لا يستطيع أن يذهب إلى لكن جاء الشرع أخبرنا جد جن ملائكة جنة ونار نحن أيش آمن فإذا العقل ترد له المعلومات إما من جهة الحس والعادة والعرض أو ترده من جهة الشرع فيصبح معقولا أو مقبولا لنقول إذا صدق الشرع ونعم بالله طيب يقول في الحديث عن أبي هرير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام هذا في أبي داود أحمد المعجب الأوسط والسنده صحيح إيش بدكم أحسن وبالتالي الذكروني الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات صح الشهداء أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون هل يعقل أن يكون الشهيد حيا عند الله والنبي ليس بحي فاهمين أي على درجة الشهيد أو النبي النبي طبعا النبي النبي فبالتالي إذا الشهيد كان حيا النبي حيا طبعا نحن نؤمن الكل يبقى أحياء ليس فقط الشهداء ليش يا أخواتي أخوتي لأن نقول بعد حياة الدنيا حياة البرزخ بعد حياة البرزخ حياة يوم القيام بعد حياة يوم القيام حياة الآخرة جنة أو نار صح وبالتالي إنسان ينتقل من حياة إلى حياة لكن لماذا ذكر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون لماذا ذكر الشهداء لأنهم يحيون حياة خاصة فيها نعيم ورغد الكل يحيا الكافر يحيا الكل يحيا بس هم لهم حياة نقول فلان عايش يعني فلان متنعم في الدنيا فهم يحيون حياة خاصة من الرفاه والنعيم ومن باب أولى أن تكون هذه الحياة أيضا لمين لمين لل 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 أنبياء وغيره وبالتالي نبي صلى الله عليه وسلم الروح موجودة طوال وقت والله يعطيه قدرة بحيث يرد على مليار شخص في نفس الوقت ما الذي يمنع الله قادر وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلى الله عليه عشرا بها ملك موكل بها حتى يبلغني يبلغنيها الكل يحيصلى عن نبي له عشر صلوات من الله عليه وهناك ملك موكل به هذا في المسند الشمين والمعجم الكبير وسنده إيش جيد عن أبي هوري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم الله في سنن أبي داود ومسند أحمد والمعجم الأوسط بإسناد الحسن ورواه المقدسي بزيادة وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم تبلغني حيث كنتم رأيتم وعن أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه قال صلى الله عليه أكثر علي الصلاة يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاة في المستدرك وصحاها وشعب الإيمان وعن أبي أمام رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلها لا تنسوها في شعب الإيمان ورجاله ثقات وعن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود الملائكة تشهد هذا تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق في سنة ابن ماجة وعن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن الله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي يعني ماذا يصلون على النبي وظيفته أن يبلغوا النبي هذا بعد وفاة في سنة النساء وصحي بن حبان ومسند أحمد ومسند الدارمي والمستدرك وصححه وتمام الرواية والأخبار ما رأيكم وين أنوار ما رأيكم وين إبراهيم إيش غيبين الشباب ما شاء الله وإبراهيم وينه نور صباح كيف حالك كيف الروايات وجدتيها الله يكبر رائع إن شاء الله كذبوا علينا حكولنا النبي كذا والنبي كذا لا يسمع ولا يعلم صح؟ لا لا هناك عشرات الأحاديث الصحيحة تثبت أن الصلاة تصل للنبي والملائكة تبلغه وليس هو قدراته كقدرات البشر العاديين الله أعطاه شيئا جعله نبيا ابتداءا في الدنيا وكرمه وميزه رأيتم الفكر السيء المنتشر بين المسلمين كيف يغذى لتقليل محبتهم للنبي وتعلقهم به وتقليل الصلاة عليه انظروا كم أحاديث رأيتم رأيتم صحيح نعم جعلوا قلوبنا قاسية نعوذ بالله نعوذ بالله طيب آي يا بنات كيف الأمور وين صارت وين صارت يعني واحد يفتح يدخل بعدها يذهب إلى النوم مش عارف الله يخلصنا من هذا طيب نستعين بالله أقول لاحظة الآن نريد أن نكلمنا عن الأدب مع النبي صلى الله عليه يقول فإن عاين حيطان المدينة يعني مجرد رأى بنيان المدينة يصلي عليه ويقول اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب حساب صحيح الحساب ويغتسل قبل الدخول إلى المدينة كرامة وتعظيما لها لأن النبي فيها أو بعد الدخول إن أمكنه ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه فهو أقرب إلى التعظيم النبي ويدخلها متواضعا عليه السكينة والوقار ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ربي أدخلني مدخل صدق إلى آخر الآية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك ثم يدخل المسجد فيصل لاحظ في البداية كيف عظم المدينة قبل أن يدخل اغتسل لبس أحسن ملابس كله توقيرا لهذه المدينة لأن فيها جثمانه الشريف ثم يدخل المسجد فيصلي عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين يقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن فهو موقفه وهو بين قبره ومنبره قال صلى الله عليه وسلم ومنبره ومنبره روضة من رياض الجنة ومنبره على حوضي عن أبي هريرة في الأسفل ما بين بيتي ومنبره روضة من رياض الجنة ومنبره على حوضي في صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم يسجد شكرا لله تعالى على ما وفقه يعني أنه زار النبي وسلم عليه وكذا فيشكر يسجد لله شكرا على ويدعو بما أحب ثم ينهض فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيقف عند رأسه مستقبلا القبلة يدنو منه قدر ثلاثة أذرع أو أربع من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدنو منه أكثر من ذلك يعني يبقى بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم متر ونصف أو مترين ولا يضع يده على جدار التربة فهو أهيب وأعظم للحرمة ويقف كما يقف في الصلاة كيف أقفة الصلاة يقف هناك ويمثل صورته الكريمة البهية يعني تصور أن النبي أمامه يقف عند رأس النبي ويكون مستقبل القبلة رأيتم يدنو منه قدر ثلاثة أذرع ويقف وقفة الصلاة ويتصور صورة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نائم في لحده عالم به يسمع كلامه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته وهذا الحديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا منه أبلغته في شعب الإيمان ومجموع أبي البغتري وحياة الأنبياء في قبور والدرة يعني موجود في كتب متعددة وفي الخبر أنه وكل بقبره ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته ويقول الشخص عندما يقف في وقوف الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول طبعا الحديث الذي قبل قليل في مسند البزار عن عمار بن ياسر قال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلق فلا يصلي علي أحد إلا إلى يوم القي إلا أبلغني بإسمه يعني يستطيع هذا الملك أن يسمع كل إنسان على وجه الأرض رأيتم؟ الله أعطاه هذه القدرة هذا فلان بن فلان قد صلى عليك في مسند البزار الله ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا شفيع الأمة السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهراهم تطهيرا جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله وقاتلت على دين الله حتى أتاك اليقين الموت فصل الله على روحك وجسدك وقبرك صلاة دائمة إلى يوم الدين يا رسول الله نحن وفدك وزوارك وزوار قبرك جئناك من بلاد شاسعة ونواح بعيدة قاصدين قضاء حقك يعني لك علينا حق والنظر إلى مآثرك والتيامن بزيارتك أخذ البركة والنظر إلى آثار وما خلفت لنا والاستشفاع بك إلى ربنا استشفاع طلب الشفاعة فإن الخطايا قد قسم الظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا أو كواهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود وقد قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم النبي واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم هذا يعتبرونه من أقوى الأدلة على جواز إيش التوسل بعد قليل نناقشه إن شاء الله وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في زمرتك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا كأسك غير خزايا ولا نادمين الشفاعة الشفاعة يا رسول الله يقولها ثلاثا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ويبلغه سلام من أوصاه فيقول هيحفظوه حتى تعرفوا كيف إذا شخص قال تسلم لي على رسول الله السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين احفظوها ثم يقف عند وجهه مستدبرا القبل ويصلي عليه ما شاء يعني تبقى واخف وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحول قدر ضراح حتى يحاذي رأس الصديق بعدما أدأ حق النبي وسلم عليه يقول السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا رفيقه في الأسفار السلام عليك يا أمينه على الأسرار لاحظوا الفضل لسيدنا أبي بكر فقط في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فكل السلام الذي سلمناه عليه دائما كان باتصال مع من مع النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله عنا أفضل ما جاز إماما عن أمة نبيه ولقد خلفته بأحسن خلف يعني بقيت معه بعد النبي وحفظت على الدين وقمت عليه بأفضل سورة وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام ووصلت الأرحام ولم تزل قائلا الحق ناصرا لأهلي حتى أتاك اليقيم فالسلام فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم أمتنا على حبه حب سيدنا أبي بكر ولا تحبب ولا تخيب سعينا في زيارته برحمتك يا كريم ثم يتحول إلى يعني إلى سيدنا عمر خطاب يتحول حتى يحاذي قبر عمر فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام جزاك الله عنا أفضل الجزاء ورضي عن من استخلفك فلقد نصرت الإسلام والمسلمين حيا وميتا فكفلت الأيتام ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا جمعت شملهم وأغنيت فقيرهم وجبرت كسرهم فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته لاحظوا أهل السنة ما أجملهم كيف يعطوا النبي حقه ثم ينتقوا لسيدنا أبي بكر ويعطوا حقه ثم ينتقوا لعمر الخطاب ويثنوا عليهم وتبقى محبته في قلوبهم ويتقربون إلى الله بمثل هذه المحبة وهذا الخير ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول الله السلام عليكم يعني مدفنان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ورفيقيه ووزيريه ومشيريه يعني كان برتبة وزير ورفيق والنبي يستشيرهم دائما والمعاونين له والمعاونين له على القيام على الدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكم الله أحسن جزاء جئناكما نتوسل بكم إلى الرسول الله ليشفى لنا ويسأل ربنا أن يقبل سعينا ويحييناك على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته لاحظوا الآن حتى استشفعوا جئناكما نتوسل بكم يتوسل بمين قبل أقليل كنا يتكلم عن توسل برسول الله تذكرون وكيف نتوجه لك من أجل غفر الخطايا وكذا الآن جئناكما نتوسل بكم إلى رسول الله جعلنا أبو بكر رضو الله عليه جعلنا أبا بكر وعمر أيضا وسيلة مع رسوله جعلنا رسول وسيلة مع الله ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين ثم يقف عند رأسه بعد أن يعمل الزيارة يدعو للمسلمين يقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم كما وقف أول مرة ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بعد قلنا نواقشها الآية وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك يعني القرآن القرآن يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وقالوا إذ ظلموا هذه للاستقبال وبالتالي ستكون بعد موت مين النبي وليس في حياته ولو أننا ظلموا وكلنا نظلم أنفسنا نقصر في عبادتنا نعص الله نفعل موبقات الآن نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله ثم إيش واستغفر لهم مين واستغفر لهم الرسول هم يقوم بفعل الاستغفار وأيضا النبي يقوم لهم بفعل الاستغفار فهمناها وهذه صريحة جدا يقول الآية في ذلك لوجدوا الله يعني الله سيتوب عليهم باستغفارهم فقط لا وأيضا باستغفار مين وأيضا عليهم ماذا أن يفعلوا أن يزوروه أن يؤدي حقه أن يكثرون الصلاة على رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لاحظوا قبلها وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك ربنا آتنا في الدنيا حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر الصورة ويزيد في ذلك ما شاء وينقص ما شاء يعني يدعو ويكثر من الدعاء ويدعو بما يحضره من الدعاء ويوفق إليه له إن شاء الله يعني إيش دعاء الله عز وجل يعطيه قدر على دعاء تذكره وقوله يفعله ثم يأتي استوانة أبي لبابة معي التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه في استوانة لأبي لبابة وهي بين القبر والمنبر ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى ويدعو بمشاء هاي استوانة في المسجد سيدنا أبي لبابة أو سيدنا أبو لبابة ربط نفسه بها من أجل أن تحصل له التوبة فيذهب ويقف عندها كأنه يفعل كما فعل مين أبي لبابة ثم يأتي الروضة وهي كالحوض المربع وفيها يصلي إمام إمام الموضع اليوم يعني في هذا الزمن أصبح الإمام للمسجد يصلي إماما للناس من الروضة فيصلي فيها ما يتيسر له ويدعو ويكثر من التسبيح والثناء على الله تعالى والاستغفار يفتر عندك واو في واو قبل الاستغفار يوجد واو يوجد واو يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ تبرق بأثار النبي ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء ويتعوذ برحمته من صخطه وغضبه ثم يأتي الاسطوان الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر فنزى صلى الله عليه وسلم فاحتضنه هذا الحديث في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشاق حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه حن الله ويجتهد أن يحيي ليلة ليله مدة مقامه بقراءة القرآن وانت هناك يعني تحيي الليل تبقى مستيقظا تصلي أو تقرأ القرآن وذكر الله والدعاء عند المنبر والقبر وبينهما سرا وجهرا رأيتم مشايخنا جميل ويستحب أن يخرج بعد زيارته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات يذهب مشاهد قديما كانت موجودة قبل أن تهدم فنسأل الله عز وجل أن يعيد بناءها لأنها آثار آثار الصحابة رضوان الله عليهم كيف نهدمها هل عاقل يفعله مثل هذا الفئد عجيب كيف ابتليت هذه الأمة والمزارات خصوصا من قبر سيد الشهداء حمزة أيضا هدم كان له هناك قبة وكلها ماذا حصل فيها كلها هدمت ويزور في البقيع قبة العباس انظروا هاي كلها قبة إن شاء الله كلها تعود يعني بالتاريخ الكعبة هدمت وعيدة الحجر الأسفل لا الخير يبقى ويزور في البقيع قبة العباس وفيها معه الحسن بن علي وزين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق يعني أخبرونا هاي القبة كل هؤلاء مع مين العباس والحسن وزين العابدين كلهم في نفس المكان وفيها أمير المؤمنين عثمان وفيه إبراهيم أظن هؤلاء كلهم في البقيع هؤلاء كلهم في البقيع يعني يقصد وفيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعمته صفية وكثير من الصحابة والتابعين انظروا هذا البقيع الآن تدخل إليه لا يجد أي اسم على أي شيء ويمنعون لماذا تمنع أنا أريد أن أتعرف وأنظر وأسلم عليهم ممنوح هذا رأينا الأحديث كم واردة في ذلك نسأل الله أن يغير الحال ويصلي في مسجد فاطمة في البقيع لا بقي مسجد فاطمة ولا ما يحزن هدموه ويستحب أن يزور شهداء أحد هذا نفس الذين قاموا بكل هذه الأفعال هم نفس الجماعة التكفيري التي ترون هذه الأيام نفس الشيء كل ما كان يدخلون إليه ما هو فعلهم فيه الهدم والتدمير نفس الشيء نفس الشيء اقرأ تاريخيا تجد كأنك أمام القاعدة وداعش نفس الترتيب ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويقرأ آية الكرسي وصورة الإخلاص يعني هؤلاء الصحابة بهم حصل فضل لنا لأولا أنهم جاهدوا وحاربوا لما وصلناها الدين انظروا الأمم التي لم يصلها الدين كيف حالهم نساؤهم عارية يشربون الخموط لا تغركم الطائرة والسيارة هذا كله كلام فاضي لا يجد عندهم أي معنى للإنسانية نحن نعيش في خير أسرة مودة رحمة كل هذا جاءنا من مين من هذا الدين بدونه لا يبقى الإنسان إنسانا الشعوب التي بعيدة عن الدين تجد ظلم فضيء شديد لا يتصور نحن الحمد لله برحمة هذا الإسلام نعتاش ونعيش وبقدر انتشار بيننا نسعد ونهنى ونطمئن الحمد لله ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعله في صحيح البخاري هاي النبي كان يذهب إلى أماكن صحيح وعن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطف بالبيت ثم يصلي ركتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كرهة أن يخرج منه حتى يصلي في قال وكان يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا في صحيح البخاري ويدعو ويدعو عند مسجد قباء يا صريخة المستصرخين يا غياثة المستغيثين يا مفرجة كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صلي على محمدا وآله واتشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف يا دائم الإحسان يا أرحم الراحمين رأيتم أخوة وأخواتي كيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب ما ذكر مسألة الشفاعة ما ذكر مسألة الاستغاثة ما ذكر مسألة إيش ذكروني التوصل أن فيها خلاف وإنما ذكرها على سبيل الإقرار وهذا مجمع عليه إيش في جميع المداهب يعني في جميع المداهب يقولون هذا الكلام بالنسبة لهذه الأدعية تعتبر من التوصل هذا هو التوصل التوصل ورد فيه صحيح فيه المستدرك والترمذة يعني صور له صور عديدة يعني الضرير في حديث في حديث الضرير إنه عندما جاء إلى نبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله لي أن يرد إلي بصري فقال اصبر فقال يا رسول ادعو الله فقاله صلي ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء اللهم إني أتوجه إليك لاحظ اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة بعدها قال يا رسول الله نحن أدبا نقول يا سيدي يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي بألفاظ متعددة والحديث صحيح فهمتها آه دكتور هذا رواه التلمي زي وبنخر زي ما في صحيحه والحاكم في المستدرس وحديث صريح إني أتوجه يا رسول الله نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن مر معنا قبل قال النبي يسمع وتصل له فأين الاشتالية ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك صحيح هذه صريحة الآية في إنهم صريحة في الاستغاثة أو صريحة في حكينا التوسل صحيح ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله طيب هم استغفروا الله أيضا واستغفر لهم الرسول وذهبوا وهذا كله سيكون بعد موته وحديث الحكينا في المستدرك والترمذي صحيح وإيضا في صحيح البخاري إنا كنا إيش نتوسل بنبيك محمد نتوسل والآن نتوسل بعمه العباس طب قال لماذا يتوسل بالعباس لا يبقى يتوسل قال لأنه جاءه يعني في في روايات رأى في النوم سيدنا عمر الخطاب النبي جاءه وقال توسل بالعباس فهو توسل مع أن النبي مقامه أعلى وأكبر وعمر الخطاب مقامه أعلى من العباس لكن توسل به خصيصا لما رأى من رؤية النبي صلى الله عليه الشاهد بداية إنا كنا نتوسل بنبيك تقول طيب توسل به في حياته ومن قال ثلاثة أنه يفرق الحياة عن الموت لا تختلف الحياة كيف لا تختلف لأن النبي حي بعد ما ماته بالإجماع أول من فرق بين الحياة والموت وعمل فتنة ابنتي من رحمة الله عليه خب له لا يجد أحد لأن إن كنا نحن نطلب نفع من النبي بعينه النبي هو النافع فهذا لا يجوز لا في حياة ولا في موت صحيح وإن كنا فقط نتوجه إلى الله بمكانة النبي و علو مقامه فمقام النبي في حياته وبعد وفاته نفس الشيء فهمناها؟ فمن أين أتيتم بالتفريق؟ فلذلك هي مسألة مجمع عليها مجمع عليها جواز إيش؟ التوسع ورأيتم هذا كتاب حنفي إذهب إلى شافي إذهب إلى مالكي إذهب إلى حنبلي كلهم يذكرونها على سبيل الإخراف فنحن في الدعاء إلى الله مخيرين بين أن ندعو مباشر يا رب اغفر لي يجوز هذا نوع من الدعاء ويجوز أيضا ندعو أقول لوالدتي ادعو لي أقول لزيت ادعو لي يجوز هذا نوع آخر صح؟ ولا أحد يقول بعدمه وأيضا يجوز أن نتوجه إلى الله بنبيه بالصالحين من عباده وهذا وردت فيه وردت سنة أن ندعو مباشرة أن نطلب من غيرنا أن يدعو لنا فيها شيء وأن نحن نتوجه إلى الله بمقام ومكانة أحد أوليائه وأنبيائه يعني كل هذه هيئات جائزة عندما تقول لوالدتك ادعو لي طيب لماذا؟ لأنك تظن أن والدتك لها مقام عند الله فأنت الآن تطلب من النبي والنبي كما مر معنا قبلك يسمع أو لا يسمع والأحاديث صحة وغير صحة عشرات الأحاديث الصحيحة التي تثبت ذلك فيسمع فتقول يا رسول الله تشفع لي استغفر لي عندها فهل هذا الطلب من رسول الله ممنوع؟ غير ممنوع فإذن نلاحظ أن هذه مسألة مجمع عليها ومن ينكرها فقط يريد أن يشتت ويشوش مين؟ المسلمين ويوقحهم في حي صبيص مين مجد منك أحد خالف في هذه المسألة؟ ابن تيمي يقولون عنه خمس أقوال أحدها يقول بجواز التوصل آية شباب آية بنات نسأل الله عز وجل لنا وليكم أن يرزقنا يعني الفهم الصحيح لدينه أنا أريد منكم يوم من أحد أن تسلموني واجب في هذه المادة صحيح قلنا عليه علامات صحيح لا يقل عن صفحتين تكتبوا في حكم التوصل آية وتنقلوا حتى تقلوا أن هذه المسألة فيها بلبلة كثيرة وشديدة فترى اشتركوا في القناة